موسيقى هشام عودة مالونغو عفوا نقوما إلى الراجع حتى يبصر معنا ما صار جيد كاننا نعرف أنه جمال سلامي يدير مبدأ التدوير اللائبين العودة ديالهم ممكن تقصيب بعد اللائبين يتقلقوا كزريده كشئ المالوردي كأحدد حتى مالوردي رغم الفطرة الإعانة حتى مثلاً لعباء المقعازي وممكن أن نرى تغيير في الاختيارات جمال سلامي أو أن هذا بالعكس سيكون أمر إيجابي لجمال سلامي ويكون عنده أكبر عدد من لاعبين هو طبيعي لأنه لاعبين أساسيين أكثر خبرة من لاعبين الذي يمكن أن يضطر جمال سلامي كي يمكن أن يعوضهم بهم ولكن الشيء الإيجابي هو أنه تأخر بين مالونغو و فابريسنغوم في العودة تاح فرصة يمكن أن يكون لعبين آخرين و خلال جمال سلامي بحث على حلول الآن فاريخ يبني كأنه فاريخ هو الرسمي الفاريخ وفاريخ الذي يتعلق بشكل لافيت والذي تشوف أنه كان هناك تجانوس يمكن أن أي واحد يلاحظه لأنه أبناء المدرسة الفاريخ هم الليطاغين جمال سلامي كذلك فهذه الأشياء كلها سهلت الأمور الآن فاريخ الرجاء سيكون مطمئن لأنه إذا كان نقومة و مالونغو جاهزين سيأتي و أعطيه الإضافة لأنه الرجاء رغم ذلك فخط الهجوم كان يعاني كثير في الأيام و مخاء أنه كان ينتصر في بعض الأحيان ولكن كان عنده كبان أنه كان عنده نقص و كان فرار لأنه أحداد يمكن أنه كلاعب مكانش بوحده اللي يمكن أنه يكون بديك الفعالية كاملة ولكن مع العودة دير مالونغو يمكن أنه يعطي الإضافة نقومة كذلك على مستوى خط الوسط فهو لاعب عنده خبرة كبيرة و لاعب لتأقلم بشكل جيد مع أجواء الرجاء